أما الآن فنرحب بضيفنا في الستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد دكتور صالح المعيطة دكتور صالح أهلا بك معنا دائما في سكانيوز عربية اسمح لي أن أبدأ اليوم بكمين الشجاعية هذه الضربة الموجعة فعليا للجيش الإسرائيلي كيف تقرأ هذه الكماء التي ينفذها مقاتلو كتاب القسام عم حماس وإلى أي مدى تؤثر على معنويات الجيش الإسرائيلي أيضا بداية كل شكر حقيقة كيف أقرأ ميدان المعركة أقرأ ميدان المعركة من بعد العمليات أن إسرائيل لا زالت تكابر لا زالت تقع بنفس الأخطاء التكتيكي في إدارة القتال إسرائيل لا زالت لم تصل إلى قلب الشجاعية والشجاعية معروفة عنها تاريخيا هي الحارس غزة الشرقي الحارس الأمين لغزة الشرقي الشجاعية هي المدينة معقل القتال الصلب لجميع حركات المقاومة سواء الجهاد أو حماس أو الجبهة الشعبية وحتى فتح الآن ما أقرأه أن إسرائيل لا زالت منذ بداية العملية البري باتجاه القطاع لا زالت حتى الآن بحشد حوالي تسع فرق مدرعة وألوي وطيران وإذا أخذنا الفرق التعداتة عشر آلاف جندي يعني مئة ألف بالبعد العسكري وعلى ضوء معطيات القتال إذا أراد إسرائيل أن تتثبت على الأرض سواء في الشجاعية أو في جباليا أو في غزة تحتاج إلى أربعمائة ألف جندي وهذا ما يجعل إسرائيل أنها في طريقها إلى الفشل والإعلان عن الفشل ما دلالت ذلك ارتفاع منسوب القتلى أن إسرائيل أجبرت بعد أن أدركت أن الطيران لا الطيران ولا المدفعية هذا القصف بمئات وألاف القدائف لم تحقق شيء على الأرض لا بتدمير قدرات حماس ولا بتحرير الرهائن والتاريخ العسكري وهذا مثبت وأنا مسؤول عن كلامي أن إسرائيل منذ عام 1976 لم تحر الرهينة سواء عسكرية ولا رياضية ولا مدنية ولا دبلوماسية بالقوة العسكرية لأن الأهداف السياسية التي وضعها نيتنياهو هي الآن عبق على القوات المسلحة والقوات الاحتلال والسبب أنها غير مترابطة هذا واضح بالفعل من خلال النتيجة شو منسمي اليوم أيضاً اللي عم بصير على الأرض هل في عمى استخباراتي لدى إسرائيل هل هو حالة انتحار تدفع بجنودها في الوقت اللي عم نشوف فيه خسائر ومشات غير مسبوقة حقيقة يعني بيدخلوا الجنود لإنقاذ الجرحة ومن ثم نرى تفجير أو كمين آخر للجنود الذين دخلوا إلى مقر العملية السابقة يعني فيه علامات استفهام أيضاً فيه طيران أمريكي يساعد بريطاني يساعد ما الذي يحصل كله معطل والسبب أن القتال في الشجاعية أو في غزة أو في جباليا ليس قتال من المنظور قوة مقابل قوة بالمجال المادي هو قتال بالمجال الافتراضي وكما قالت عنه إسرائيل نحن نقاتل أشباح حتى التدمير والقتال الذي يحصل في غزة الآن والأبنى التي تستهدم أصبحت نقاط حصيني للمقاومة وما يتمناه المقاومة حصل كان يتمنى المقاومة أن يقاتلوا بثلاث مستويات القتال التصادمي القتال من مسافة الصفر والخروج من خلف قوات العدو كما أشرت أجبرت إسرائيل على أن يترجل الجنود وهذه الخسائر مؤشر أنها ترجل عدد كبير من القوات لتبحث عن صيد ثمين لإنقاذ رهينة لإخلاء جرحا لكنها لم تستطيع وأريد أن أفند بعض الأفلام التي يعرضها الجيش وهي رسالة من خلال متابعتهم أن هذه الأفلام توثق عملية أن الجيش يقوم متحصن في الأبنية في البعد القتال أنه عندما تسدد على الهدف تضعه على المصلب يجب أن تظهر دائرة حمراء أو سهم أحمر يعني أنه هدفك يمبين الإسرائيلي لم نظهر على كل الأفلام التي وضعوها وهي موجهة للجابة الداخلية نحن متحصنين في الأبنية بينما نقارنها مع الأفلام التي تعرضها كتائب القسام الكل يشاهد أهدف واضحة واضحة والمصلب والنقطة الحمراء ومن ثم تطلق يطلق النار على لا شيء بجرد إطلاق نار الخسائر التراكمية وزائدة ولأول مرة بتاريخ إسرائيل بساعات قتلى وجرحة وعندما نتكلم عن قادة ألوي 2 هذا اللواء الجولاني معروف دخل الشجاعي في 2014 وجرح أنذاك فائد اللواء صحيح في نفس المكان نعم ودخل أيضا في حصار بيروت 1982 وأجبر على الانسحاب ونفس هذا القتال اللواء قال في 2006 مع حزب الله لقد تقدمنا بضعة أمتار هذه العبارة عندما نحللها كعسكريين أي جيش الذي كان يقول الجيش الذي يقر يقيس تقدمه بالأمتار وحتى الآن كر وفر تقدم وتراجع ولا يوجد تثبت بالأرض دكتور بلما أنك تحدثت عن حصار بيروت أنا كنت بدأ أسألك عن حصار ستالينجراد يعني اليوم تعريف الهزيمة الاستراتيجية كيف يكون بالحروب بهذا القياس هل فعليا في قيمة للخسائر بالأرقام يعني نعرف أنه لما السوفيت كانت خسرتهم أكبر من الألمان وبالنهاية كسبوا الحرب هل هذا الموضوع أيضا مشابه بحال غزة كمحل المحايد أنا أقولها بصراحة من الخجل والعار على إسرائيل أن تقارن قدراتها البري والبحرية والجوية والفضائية والسايبر والاستخبارات بقدرات حماس القدرات التي تمتلك إسرائيل نطلق عليها أنها تمتلك فائض من القوة فائض من القدرات ولو أعطيت لجيش آخر ولا دولة أخرى أعتقد ستنهي عملياتها خلال أسبوعين لماذا 63 يوم وإسرائيل لم تتدخر جهدا لا جوي ولا بحري ولا أرضي ولا قوات وتريد أن أحقق الهدفين أعتقد الأهداف غير مترابطة والقيادة السياسية في ورطة تبحث الآن عن مخرج وأتوقع أن وصول المستشار الأمني القومي إلى أمريكي سوليفن هذه الليلة واجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي هذا المساء سيكون مستجدات جديدة يبحث عن هدني ثانية وأدرك أن لا تحرير الرهائم ولا قتل قيادات حماس أكيد حماس خسرت مواقع خسرت قيادات خسرت معدات هذا واقع حرب بهذه القدرات بهذه الشراسة لكن عندما نقارن 14 قتيل وبرتب عقيد وعميد وقادة ألوية أعتقد لن تتحمل إسرائيل لن تتحمل والنقطة الضاغطة على إسرائيل لإيقاف الحرب هو مزيد من الخسائر وهذا ما تبحث عنه حماس مزيد من الخسائر وتتمنى أن يزجوا بأربع فرق أخرى لمزيد من الجنود لمزيد من الجنود على الأرض أود أن أشكرك دائما على حضورك معنا دكتور صالح لمعايتة الخبيل العسكري والإستراتيجي وحضرتك طبعا اللواء متقاعد شكرا جزيلا على حضورك معنا شكرا